صدر التكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد لإلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة وحيث أن الدستور خول في الفصل التاسع والثمانين منه لرئيس الجمهورية تكليف الشخصية التي راه الأقدر وفي أول تصريح له تعهد الفخفاخ بتشكيل فريق وزري مصغر يضم كفاءات منسجمة مع القوى السياسية لمجابهة التحديات التي تعصف بالبلاد وسوف أسعى إن شاء الله على أن تكون وأبدل كل ما في وسعي لتكوين حكومة في مستوى هذه الثقة وفي مستوى هذه اللحظة التاريخية ومستوى انتظارات الشعب التونسي وتبينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية إزاء هذا التكليف فأعلنت عدة أحزاب بينها تحية تونس والتيار الديمقراطي عزمها من حثق لحكومة الفخفاخ حين تعرض على البرلمان في حين رفضت أحزاب أخرى هذا التكليف بينما لازال يدرسه البعض على مستوى قياداته السياسية لاتخاذ موقف واضح وهو ما يزيد المخاوف من تكرار ما جرى مع سلفه الحبيب الجملي سعدة بهذا الترشيح وهذا الاختيار نتمنى سيد اليس فخفاخ النجاح والتوفيق في المهمة التي أولي هي مهمة صعبة ولكن تبقى غير مستحيلة اليوم نحن كحزب غالب تونس طبيع جدا نحن حزب مؤسسة اليوم سنتفاعل مع اختراح السيد اليس الفخفاخ دائخ لمؤسسة الحزب الفخفاخ ذو السبعة والاربعين عاما شغل منصب وزير المالية الأسبق في تونس ما يجعل مهمته في هذه المرحلة معقدة مع تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مكافحة الفساد والإرهاب ما بين تكليف اليس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة وتباين وجهة النظر بين القوى السياسية المختلفة يبقى السؤال المطروح هل ينجح الفخفاخ في الحصول على ثقة غالبية أصوات نواب البرلمان التونسي ياسر دبابش الغد تونس اشتركوا في القناة